طريقة اكتر من رائعة حطوا البيبسي على الطحين فكرة كتير مهمة بداية احباقي جبت الكيس حطت بقلبه نصف كوب من الماء الدافية رجعت نزلت نصف كوب من البيبسي متل ما شايفين رح نزل عليهم مباشرة بياض البيض صفار ما بدي قرمي رح استخدمه بعد شوية مباشرة رح نزل عليهم شوية صغيرة من الفانيليا رح يتفاعلوا كلهم بقلب بعض متل ما شايفين رح أرجع نزل فوق مباشرة ملعقة من السكر وكمان ملعقة من الخميرة متل ما شايفين رح أخلطهم كلهم بقلب بعض رح بشر بتنزيل الطحين أنا بحاجة لثلاثة اكواب من الطحين او الدقيق الابيض يمكن تحتاجوا بعد سوائل إذا حتشتوا بعد سوائل نزلوا الحليب هون رجعت نزلت نصف كوب من السكر وبشرت بعجنهم بالكيس متل ما شايفين كل شي عم نعجنوا بقلب الكيس وهوني عنا الطبق ضل نظيف رح نباشر متل ما شايفين بالعجن بهيدي الطريقة نعجنهم كتير منيح كله بإيدنا متل ما شايفين وبقلب الكيس بعد ما ضفت الزيت أبدا آخر شي أحباقي رح ضيف الزيت هلأ رح جيب النشابة او الشوبك وباشر بعملنهم بهيدي الشكل الشوبك او النشابة رح يساعدوهم انهم ينعجنوا كل اياتهم بقلب بعض ينعجنوا كتير منيح كأنهم فعلا عم ينعجنوا بقالي كهربائية لأنه مجرد ما أنهم بلش نعملهم بالشوبك او بالنشابة بيصيروا كلهم هيك بيمردوا على بعض هلأ نزلت متل ما شايفين ربع كوب من الزيت ورجعت من جديد بعجنهم شوية صغيرة بهيدي الشكل الزيت رح يساعدهم لحتى طبعا العجينة معي تلم كله على بعضها وتاخد السوائل من الزيت وكمان رح تساعدني ان اقدر فك العجينة بكل سهولة من الكيس يعني ما رح يضل ولا نقطة بقلب الكيس ولا نقطة عجين بقلب الكيس نهائيا هون عجينتنا صارت جاهزة للتخمير شفتو العجينة اكتر من رائعة كأنها معجونة بقالي او كأنها معجونة متل ما شايفين بالطبق العادي هون تركتها تقريبا لخمرة اخدت وقت تقريبا معي لخمرة شي ساعة ونص كرمال فيه كتير برد عندنا متل ما ملاحظين انه مضل ولا شي بقلب الكيس هلأ رح اقطع العجين نصين ورح اتركهم على جنب رح حتى يخمروا من جديد النص التاني اللي بدي اقطعوا بدي حط بقلبه بودرة الكاكاو المر بحط بقلبه ثلاثة ملاعك من بودرة الكاكاو المر هايدي اول واحدة غطيتها وبتركهم لحتى يخمروا متل ما شايفين طبعا زدت شوية حليب ورجعت عجنتها من جديد ورح اتركهم هلأ اللي يخطمروا من جديد كمان ساعة هون بعد ساعة متل ما ملاحظين ضروري هايدي الخطوات احباقي لنقدر نحصل على بريوش رائع قطني منتفخ بكل سهولة اهم شي نتبع هيدا الخطوات ونترك العجينة ترتاح كتير هون بعد ما رتحت العجينة متل ما شايفين بشرت بالمد بهيدا الشكل والعجينة التاني كمان اختمرت ومباشر بمدى بنفس الطريقة يعني اخدت تقريبا اول عجينة عملتها مستطيل وعجينة التاني كمان حقق عملها تقريبا مستطيل رح حاول انه اعملهم اتنيناتهم نفس الاحجان بحطوا نفق بعض بهيدا الشكل متل ما شايفين وبأسقص الزوايد العل جوانب او بحاول انه يخلي العجينة التانية توصل للكل متل ما ملاحظين وبرجع بأسقصها بهيدا الشكل وبجيب عندي نوتلا او اي مادة قابلة للدهن متل المربة مثلا فيكن تستخدموا فيكن تستخدموا الشوكولات هنا حطت كمان انا الشوكولات متل ما شايفين كسرته بشرت بمدى العجينة بهيدا الطريقة ورجعت فتلتا بهيدا الشكل طريقة اكتر من رائعة وطريقة كتير كتير سهلة سهلة ومتل ما شايفين وما بتاخد صعوبة ابدا ابدا المهم انه نتبع الخطوات بطريقة مظبوطة لنقدر نحصل على شي اكتر من رائعة هون بعد ما عملتها كلية رح ارجع اعمال بهيدا الشكل هون عندي صارت جهزة بهيدا الشكل متل ما شفتوا بهيدا الطريقة ضميتا كلها على بعض هلأ رح شيله وحطها بحيالة قالب موجود عنكم بالبيت انا حطيتها هون متل ما شايفين بهيدا القالب فيكنوا تحطوها بطبق بايريكس متل ما شايفين وبدنا نتركها نص ساعة لحالة هوني صفار البيضة اللي انا قتلكم عنه حطيت عليه شوية فانيليا رح نزل كمان حليب هوني رجعت تركتها نصف ساعة متل ما قلتلكم رجع زاد حجمة انتفخت من جديد لحتى فارجيكم اخر شي احبائي شو رح يطلع معنا رح يطلع معنا شي اكتر من رائعة خلطتهم كتير مليح فيكنوا نضيفوا الزبدة المزابي او فيكنوا نضيفوا الزاد انا رجعت ضفت شوية زاد متل ما شايفين وحطيتهم مباشرة فوالك وكيف نفخت زاد الانتفاخ عندي متل ما شايفينهم بعد طبعا ما تركتها تنصف يعني خلط اختمرت كتير منيح حميت الفرن على درجة حرارة مية وتمانين قبل بوقت قبل بربع ساعة وهلأ بعد ما قدهنا بهيدا الشكل بدي دخلها بس حميت الفرن من تحت من فوق لا ابدا ونحن دخلها على الفرن بس نلاقي تقريبا رح تاخد شي خمسة وثلاثين دقيقة بس نلاقيها تحمرت ساعتها من شعل الشوية من فوق ونعطيها التحميرة اللي اكتر من رائعة وهنا احب اعملنا طاقية السلطان متل ما شايفين بفكرة جديدة بطريقة جديدة بطعم ولا اروع طاقية السلطان هيك بتنعمل طبعا انا عملت شوية اضافات لحتى خلي عندي العجينة مختمرة اكتر طعمتها اطيب كتير متل ما شايفين يعني شي اكتر من رائع هلأ رح فكها من القالب وفرجيكن من الداخل طبعا القالب عندي سخن كتير بسم الله متل ما شفتوا الانتفاخ هيدا بسبب انه خليتها كتير ترتاح اعطيتها وقتها انها تتخمر كزا مرة ضروري احبائي هيدول الخطوات ما تستعجلوا على العجين العجين بدوا رياحة بدوا وقت طول ما اعطيتول العجين وقته كل ما اعطاكن شي مميز جدا اهم شي الاختمار كزا مرة بالخطوات لقتلكون هون عنا قطيب وقلز بريوش ليكون جمال يعني محشية حاشي من جوة بالشوكولات فيكن تحشوها بالجبنة فيكن تحشوها بالمربة مش ضروري شوكولات ابدا الموجود عندكم بالبيت هيدا كان فيديو اليوم احبا ان شاء الله تكون الفكرة عجبتكن وحبيتوها بسرعة عملوا شير لكل اصحابكن لحتى يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا من هيدا الافكار الاكتر من رائعة انا هلأ بدي ودعكن رح اشتقلكم للفيديو القادم ان شاء الله تكون الفيديو هتلعا مقدم لكم هيها كتير حلوة وشيقة ومميزة جدا شوفوا الشوكولات دايب دوابان يعني شي ما بيتقاوم ابدا عنجت شي ما بيتقاوم يعني اكتر من رائع شي بشحي الى الليكو